اهلا بكم من جديد وحلقة مهمة جدا وفقرة جديدة مع دكتور كريم صبري من قطر المساجات اللي بيجينا ومن قطر الاسئلة اللي بيجينا يعني حابة ارد على السؤال بالزبط مش حابة ناسأل سؤالش يعني ما يقرب لي او ما يشبهو لا الموضوع بقى يعني الناس بتبقى عايزة رضي على سؤالي بالزبط فعملنا بقى حركة حلوة قوي جمعنا كل الاسئلة على صفحة مركز دكتور كريم صبري الاسئلة اللي بيجي لي اسئلة بتيجي على صفحة المحور الاسئلة بتيجي على صفحة الطبيب وحاولنا النهاردة على قد ما نقدر ان احنا يعني نجمع اكبر عدد ممكن من الاسئلة من خلالها يعني الاجابات النهاردة هتكون من مين من دكتور كريم صبري عشان ما حدش يقولي لا انا عايزة اسمع منه بالزبط الاجابة هنسمع كل اجابة عن اي سؤال النهاردة جنة من اساس دكتور كريم صبري اساس جراحات السمنة ومناظير بطب عين شمس مدير وحدة جراحات السمنة ومناظير بمستشفى ودي النيل عضو الفدرالية الدولية للجراحات السمنة والسكر وعضو كل الملكية للجراحين بلندن وزميل كلية الجراحين الامريكية وحاصل على شهادة الجودة الاولى في العالم لجراحين السمنة والسكر الاس ار سي اهلا وسهلا بيك يا دكتور اهلا بيك مرة قلتلي الناس يعني لما قلت لحضرتك قطر خيرك ومؤتمرات وبتسافر هنا وهنا وهنا في كل مكان تب بتعمل ايه او بت يعني ممكن يبكون مثلا يعني تيم وارك هو اللي اشتغل او حد من زملاء حضرتك قلتلي الناس بتحب تشوفني حقيقة الناس بقى عايزة حضرتك ترد على الاسئلة يعني مش عارفين نعمل ايه بامانة بس يعني هي الاسئلة كتيرة هنحاول على القد ما نقدر نرد اه بتقول لحضرتك انا عندي سكر من النوع التاني وطولي 163 ووزني 120 كيلو ايه العملية المناسبة وبتسأل عن التكلفة عالية ولا لأ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك وكل السيدة المشاهدين طبعا يعني الحالة دي هي محتاجة طبعا تحويل مصار تحويل مصار هو العملية الاولى الاكثر يعني فعالية في علاج السكر وانقاص الوزن برضو كمان فيعني طالما فيه سكر يفضل طبعا نحن نعمل تحويل مصار تحويل مصار عملية الهدف منها يعني لو هي هتعملها في الحالة دي هتنزل وزنها المزبوط يعني لما يقرب مثلا 65 كيلو 70 كيلو وتنزل السكر بقى خالص تتعالجها لانه عملية تحويل مصار هي عملية فعالة في علاج السكر طبعا بتقلل امتصاص 70% من السكرية والدهون بتنشط البنكرياس بصورة يعني فعالة جدا لانه هورمون الجيليبيون يعني بيعلى جدا لانه دورة الاكلة تبقى سريعة من امرأة اللي بعد كده كمان امتصاص السكريات والدهون بيقل وكمان انقاص الوزن نفسه بيقلل مناعة الانسولين وبالتالي وبالتالي علاج السكر بصورة فعالة جدا النقطة دي مش عايز برضو افوتها قبل ما يعني قد رسالة لكل الناس المصابة بالسكر مش لازم وزنك يكون عالي يعني 170 كيلو عشان تبتلي تعمل عملية سكر لا خالص لو سكرك من النوع التاني يعني سكر انت اصبت به بعد 20-30 سنة ده سكر من النوع التاني سواء انت عارف ان انت سكرك من النوع التاني او الدكتور قالك او انت ماشي مثلا ابتريت على الارواس وبالكال انسولين يعني سكر مش بتاع الطفولة يعني ده بيتعالج بعملية تحويل المصار فكل الناس اللي عندهم وزن حتى 15-20 كيلو ممكن تعمل عملية مش لازم يكون وزنك over out الرسالة التانية اللي عايزة اوصلها برضو الاطباء المعالجين للناس ده كارتة الباطنة احنا بنرحب بيهم في كل المؤتمرات يعني هو طبعا غالبية العظمى منهم بقى وخلاص بقى خبراء بيقروا كتير عن اجراحات السمنة والسكر وبالتالي انه هم يعني فعلا بيأثروا المسافة على الباب اسعيد جدا ان دكتور باطنة لانه ده مش مجاله يعني هو يعالج باقراص بانسولين لكن هو مش مجاله جراحات السكر يعني فبقى سعيد جدا بقى عارف ان ده راجل مصقف يعني ده عارف انه بيحضر مؤتمرات ده عارف ان في حاجة اسمها جراحة السكر وخصوصا ان جراحات السكر ليست بالجراحات الجديدة يعني ده جراحات يعني موجودة في العالم من يعني عشرات السنين جراحات السمنة والسكر مرتبطة بعضها طول الوقت الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر وحدة جراحات السمنة والسكر أستاذ جراحات السمنة والسكر يعني دي جراحات موجودة فبدعوا برضو كل أطباء البطنة إنهم هيكونوا أبديتد ويكونوا على اتصال بينا في كل المؤتمرات وإحنا يعني هنبقى في تعاون مستمر في مصلحة المروض في الآخر طيب أنا عشان ما بحبش أزعالهم وبسأل السؤال كامل في نقطة عايزين نرد عليها هبتسأل حقيقة هل التكلفة عالية ولا لا التكلفة أنا محبش هتكلم عليها على السوشال ميديا يعني أو على التلفزيون لأنه طبعا إحنا عملية السمنة مكلفة شوية إحنا بس أنا يعني نصيحتي لكل الناس اعمل عملية في مكان آمن عند جراح معروف بحيث أن تاخد نتيجة كويسة لو معاكش الفلوس دلوقتي في الوقت الحالي في الجامعات المصرية بتقدم خدمة يعني جميلة جدا وبأسعار أقل شوية النمرة التانية اللي عايزة أقولها إن احنا لا ننساق لا ننساق لا ننساق لتلات مرات هو وراء أسعار قليلة لأن دي بقيمة عملية بتبقى عافية عليها الزمن يعني هي بنسمع على دلوقتي حتى الآن بنسمع على عملية ممنوعة زي تدبيس المعدة بتتعمل زي عملية الفراشة بتتعمل وهي ممنوعة بتتعمل عملية اللي هي كمان فيها لفظ كده اسم الأومجالود أنا بقى طبعا لما جالي عملية الأومجالود لما كانوا عندهم ارتجاع مراري عنيف من العملية دي هي واخدين اسم لعملية من 1960 أوكي كانت معمولة كده فقالك ده دي عملية الأومجالود تعال بقى نصلحها وإحنا بنصلح العملية دي ألاقي إن المعدة متدبسة بالعرض ومتوصلة يعني كأومجالشيب يعني المعدة مش متوصلة بالأمعام فقعدتها بحث يعني دي مش خموس العمليات زمان بقى كانت بتعمل في 1960 في الحدود دي لقيت تاريخ للعملية دي زمان إيه اللي بيستفيدوا الجراحة نعمل عملية قديمة إنه هو بوفر دبسات يفتح البطن فتحة أو يعملها بالمنظور حتى كمان يعني ده عوم فعل يقوم دخل دبوس بالعرض قص المعدة وموصل به لوب ما بتكلفش حق غالص هو دبوس واحد بس فعشان يقلل التكلفة يقوم يضر المريض ولكن إحنا لا ننساق إلى يعني طبعا ما نروحش إنه إحنا نعمل عملية بأسعار والليل نمر اتنين بالنسبة للأسعار برضا لإني دي رسائل مهمة أنا عملها عشان كده كملت وإحنا شاكنانا مش هنكمل كل الأسعار بس في كلام مهم جدا لازم نقوله العمليات السمنة فيها يعني أسعار عالية وأسعار قليلة يعني طبعا أنت لا الجراح نفس الجراح ولا المستشفى نفس المستشفى ولا الدبسات نفس الدبسات ولا الكير أصلا لفهمية ما هو مش أي جراح يعمل عمليات السمنة يبقى جراح مش ده صح شفنا شفنا كشل كتير في عمليات أنا بتكلم بحماس في النقطة دي لسبب إنه عمليات السمنة لإنه أحيانا المريض يعني فعلا غلبان فعلا غلبان وأحيانا المريض بيبقى عنده مش غلبان معاه الفلوس اللي كافية بس ما عندهوش ثقافة في الحتة دي يقوم أنا أخده في مكان هو ما يعرفوش يعني ما عندهوش ثقافة فيه وعمل له حاجة تكون كافية أو ليلة مش كل الناس عايزة كده مش عايز يقلم والمكان لش مجهز إن أنت لو حصلت أي حد ورد يعمل عملية ورد يحصل له حاجة بالضبط يعني دي حاجة بتحصل ممكن واحد في المليون بس ممكن بتحصل خد بالأسباب بقى يبقى أنت عارف إن الجراح هيعمل لك الحاجة المزبوطة يختل لك العملية المزبوطة خد المستكير وإلا استنى شوية لحد ما تجاهز نفسك يعمل بقى في ظروف أحسن من كده لكن لا تنسق إلى جراحات يعني تكون برضو غير مأمونة وعتيش حياتك كله لب هي يومنا سؤالها خد الوقت كله فأنا عشان هتضرب بأمنا منهم قدري بيقول أنا عملت تحويل معي ده وللأسف فشل معي هل ممكن إصلاحه هل يتم إصلاح العملية دي عن طريق التحويل يعني حضرتك هتصلحه كتحويل تاني ولا هرجع أعمله تكميم مع العلم إن سني 51 سنة فيه نقطة يعني كذا نقطة كده عايزين نوضحها فشل تحويل المصار في الحالة دي ممكن يرجع لحاجتين إما العملية نفسها أصلا مش معمولة كويس وبالتالي العين أصلا مش هيخص من بداية الأمر أو إن العملية معمولة كويس جدا والمريض ما خادش تعليمات الكافية إنه هو هوتو بروسيت مع العملية دي هوتو إنه هو يأكمديت مع العملية دي يبقى إذن يعني مشترك ما بينهم لو ما خادش خالص ده غالبا العملية مش مظبوطة وإحنا شفنا كتير جدا 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 من عمليات تحويل مصار مش تحويل مصار أنا دخلت صلحت عمليات كان فيها المعدة مش مقصوصة البوتش مش مقصوصة النمرة التانية أبعاد الأمعاء المعزولة مش معزولة بمقصات دولية وبالتالي هناك جزء فني في الموضوع ده النمرة التانية لو كان كل ده معمول كويس وإنت عمل أشعة مقطعية كويسة ومعك يعني يعني حاجة تقول إن أنت عملكت عمليات كويسة يبقى إذن لازم تراجع نفسك يعني أوكي الحاجتين يمكن إصلاحهم طبعا يمكن إصلاحهم تحويل مصار المصغر يمكن إعادة تحويل مصار المعدة المصغر بينامي الحاجة اسمها يعني يعد عمل تحويل مصار المعدة كلاسيكة على تحويل مصار المعدة المصغر دون عزل الوصلة يعني هي حاجة جراحية إحنا بنعملها أو ممكن يعد يعني تحويلها إلى تحويل مصار المعدة كلاسيكة أوكي أو ممكن حتى إضافة باند أو حلقة حولين المعدة دي نقطة النقطة الأخيرة اللي احنا اللي ترجعنا النقطة الصفر تاني إن أنت تقصى يعني أقصى حاجة خد بيها خدمة سواء لازم تروح لجراح محترف في مكان آمن واحد وخمسين سنة هتلاقي نفسك واحد وخمسين سنة أكيد أكيد محتاج دقة محتاج إن دكتور أستاذ دكتور شاطر هو يقيس ضغط السكر يشوف القلب حل تقيق يعني الموضوع مش مش قليل محتاج طبعا عملات الإعادة لازم ناخد يعني فيها تقصي وتجهز كويس جدا لأن عملات الإعادة برضو محتاجة فنيات أعلى شوية من العملات لأول مرة طيب معناك إسلام كمان بيسأل سؤال هل بعد عملات السمنة لازم أمشي طول العمر على فيتامينز والمفروض التغذية بتكون إيه بعد الجراحة وهل يعني هتحرم من الأكل بعد العملية بصوا هم بيفكروا برضو في الأكل يعني هي في ناس كده يعني مدمنة أكل آآ يعني دي كذا ناخدها برضو من كذا جانب للإفادة يعني أول حاجة أنت مش هتحرم خالص العملية المظبوطة مش هتحرم من الأكل خالص أنت هتاكل وتبقى مستريح وتبقى مصود اللي برجع بعد العمليات ومبقاش مستريح في الأكل اللي هو عنده مشكلة في العملية أو عامل عملية من العملات الممنوعة زي التدبيس أو الفراشة أو الأوميجالوب بيعندهم ارتجاع مراري عنيف دي من العملات اللي هي الممنوعة يعني أكيد أنت عامل عملية خطيئة أكيد أعطيش حياة خطيئة أول العملية أنت عامل عملات العملات الحديثة بتعملها ولكن برضو عندك مشكلة فيها فأنت قاعد ترجع طول الوقت اللي ما عندهش مشكلة خالص في العمليات اللي عامل عملية كويسة عمره ما هيرجعها يأكل كل حاجة ما عندهش مشكلة خالص فيها كل أنواع الأكل تأكلها وقتبقى مستريح فيها بس بالمعادلة بكميات اللي هي تستعوب حجم المعدة النقطة الثانية بالنسبة للفيتامينز طول ما بتخس بعد تكميم المعدة خد فيتامينز ست شهور سبعة شهور ثمان شهور تسعة شهور واحد بس بيقول هو طول العمر هل طول العمر إحنا معنا صور كتير يا جماعة قبل و بعد إحنا لو فدنا نعرض لصور دكتور كريم مش همنا خلاص ما شاء الله يعني وربنا يزيد ويبارك بس هو بيتكلم أن طول العمر هياخد الفيتامينز ولا وقت معين وخلاص في ناس بتشيل هم الموضوع ده بتكلم لو إحنا حتى في الصورة دي بالصدفة يعني الأوزان اللي هي بتخس خسان كبير يعني واحد وزنه 265 كيلو زي التقرير وبينزله بسا ب60-70 كيلو في كل 3-4 شهور فدي كمية كبيرة محمد التقرير اللي قبله محمد زغبي نازل 200 كيلو في سنة وشهرين فده لازم ياخد فيتامينات حتى لو عمل تكميم اخد فيتامينات طول ما وزنك بينزل الحالة معنا الحالة هي معنا دكتور ده كان فوق 330 كيلو نازل 200 كيلو 200 كيلو في سنة وشهرين فده طبعا جسم بينزل لازم فيتامينات خد فترة فيتامينات كافية يعني ما تأثرش في نفسك سنة سنتين لحد وزنك منزل بتخالص محروص برضو ينزل كمية كبيرة طب مين اللي هيعد طول العمر ياخد فيتامينز اللي هو بعد تحويل المصار تحويل المصار المعدة المصار أو الكلاسيكي بياخدوا فيتامينز فرولعيف في بقى الأقل فيتامينز شوية احنا بنديها فيتامينز لكن يعني مش بكسافة التحويل اللي هي عملية الساسي لأن جزء من الأكل بيمر خلال المصار الطبيعي حاجة دكتور كبير مش قولية الحمد لله فعارف إن انت لو هترشده انت حتى لو مخ الأعصاب حتى لو أي تخصص تاني هتوديه لدكتور برضو شاطر فخلاص السقة دي انت المسؤول عنها التجميل لا تحت أمرهم طبعا احنا ببقى سعيد جدا طبعا التجميل في حد زيته ده جزء من شغلنا احنا ليه طاقم كامل لإجراء العمليات وخصوصا أنه حاجة متطلبات من حياتنا طيب احنا معنا سؤال بسرعة قبل ما نختم أم جد كنت عايز أعرف هل بعد العملية أنا هفضل يعني بيحصل معايا حالة في تحويل المصار ولا لأ لأنه بيشوف ناس كدب يعني عنده بعد هستوري أن فيه ناس قريبوا كانوا عاملين تحويل المصار أرد أنا أنا هفضل بس يعني عايزك أنت أرجع أقول أن مش نفس الجراح ولا نفس ظروف المريض ولا نفس المستشفى ولا نفس الدبسات ولا نفس التخدير ولا نفس الكير ما بعد العملية اعمل عملية في مكان آمن إن شاء الله مش هحصل لك أي حاجة ما فيش عملية مصبوطة فيها ترجيع لأ إذا كانت ترجيع ترجيع بقى فيه مشكلة في العملية محتاجة تتصلح محتاج يعني يتقايم موضعه مرة تانية لكن دي مش مش طبعا مش حاجة أساسية في عمليات السهم نما بعد ينقص طبعا إحنا معنا أسئلة كتير وأنا يعني مش عارفة بس أوعدكم في حلقة جاية إن شاء الله هنكمل بقى الأسئلة والشكر وكل حاجة لأني واضح إنه مش أسئلة بس بتجيلك يا دكتور إحنا بنشكرك وبنشكرك على المعلومات المهمة دي وخليني أقول حاجة أنا انبسطت بها جدا قالها حالا دكتور كريم إن فيه فريق كامل وطبعا أكيد تحت أشراف دكتور كريم صبري للنحت والشد ويعني متهيق لي برضو هو لما يقول فيه فريق يبقى الفريق ده حد متمكن وحد شاطر فبعد العملية قبل العملية حد عايز يعمل بقى نحت وشد وقصص دي كلها خلاص بس احنا عرفنا الطريق الصح نشكر أساس دكتور كريم صبري أساس جراحة السمنة ومناظير بتبعين شمس ومدير وحدة جراحة السمنة ومناظير بمستشفى ودي النيل وعضو الفدرالية الدولية لجراحة السمنة والسكر وعضو الكليا الملكية للجراحين بلندن وزميل كليات الجراحين الأمريكية وحاصل على شهادة الجودة الأولى في العالم للتصنيف الجراحين السمنة والسكر الاس ار سي خليكم معينا فكرة جديدة نرجع لكم بسرعة